وأكد من دم فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في كلمته في مجلس الأمن أن الأطفال في شمال غزة يموتون بسبب الجوع وأشار منصور إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية المروعة في غزة منذ نحو ستة أشهر نتحدث عن الهجمات الإسرائيلية المروعة ضد الحياة في غزة منذ ستة أشهر ويتساءل الآباء والأمهات في غزة في خضم المأساة إلى متى سننتظر؟ هل يمكن حفظ ما تبقى من الحياة؟ وكم عدد الأطفال الذين سيموتون؟ إسرائيل قتلت أسراً بأكمالها ودمرت كل شيء دعا منذوب الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جاما الدول الأعضاء إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي صدر أخيراً بشأن الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة واعتبر بن جاما في كلمته في مجلس الأمن أن عدم التزام إسرائيل بالقرار الأممي أمر غير مفاجأ كما وصف الرد الإسرائيلي على حادثة مقتل مواطفي الإيغاثة في القطاع بالمخصي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل خاملاً بينما تنزف غزة باسم الإنسانية يجب أن نتحرك الآن ستة أشهر من الهمجية والعقاب الجماعي ستة أشهر من المعاناة لشعب غزة ستة أشهر تختبر إنسانية كل واحد مننا تختبر النظام الدولي وقدرتنا ستة أشهر دفعت جميع سكان غزة إلى المجاعة والمندوب السعودي دائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل قال إن المجموعة العربية تدعو إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن وقف الحرب الإسرائيلية في غزة والعدوان على الفلسطينيين كما تدعو المجموعة العربية وهذا المجلس اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف إطراق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإيقاف العدوان الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له وتشدد المجموعة العربية على أهمية قيام المجلس بدوره المناطبة لإلزام دولة الاحتلال بالامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الموضوع وللتزام أيضا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية مؤخرا في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني